ترجمة نانسي قنقر والتي تحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بحضور الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان والذي عقد عن بعد بسعادة السيد جاستن سابريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث أكد سموه على أهمية زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي وأنه سموه بأن التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا تستوجب تضافر كافة الجهود لضمان صحة وسلامة الجميع داعيا سموه إلى مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات وتم خلال لقاء بحث التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة